أستاذ حامد يمكن المجلس الإدارة وإحنا كنا بنتكلم قبل ما نروح للشيخ زايد على هذا التناغم الكبير مع فكر وتوجهات الدولة والإنشاءاتها عايز أقول لك البيان لمجلس إدارة النادي الأهلي أصدره اهتم الكابتن محمود الخطيب والمجلس على تقديم خلص الشكر والامتنان للقيادة السياسية وخلينا أقول لك البيان كما ورد بالنص يتقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لفخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد فتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الدائم للرياضة المصرية وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء وإزالة للعقبات بالشكل الذي يتفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد ويجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي نادي الوطنية في تأدية رسالته السامية وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النش والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد مجلس إدارة النادي الأهلي